السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله بتلتمية وثلاثة واربئين ننطيكم العافية الآن مع فيديو جديد رقم عشرة بعنوان congruences وكتابنا احنا ما نقرينه من سيكشن أو تابتر فور نركز نحاول بكل خطوة نحكون تقريبا الكلام متتابع مع بعضه let M greater than or equals 1 and let A be in Z we say that A is congruent to B modulo M and we write A equivalent to B modulo M م مت if and only if M divides A A A B هذا هو عنوان الرئيسي في chapter 4 شو يعني congruent فمثلا 1 is congruent to 5 modulo 4 وانا ما فيه بوس السبب انه لاحظ اللقاء 4 تقسم 1 ناقص 5 4 تقسم سالب 4 ليه سالب 4 بقى سالب 1 في 4 8100 congruent 0 مدير 10 ليه لأنه 10 تقسم 8100 ناقص 0 ليه 8100 طب ليه 10 تقسم 8100 لأنه 1 0 الصفر السالب 2 congruent to 9 مدير 11 ليه لأنه 11 congruent لناقص 2 تقسم سالب 2 ناقص 9 لسالب 11 نقص معين النظرية أخرى A is congruent to B مدير M if and only if there exist K تنتم للزيد صداد أنه A تساوي B زائد K M يعني الفرق بين O B هو مضاعفات M واضح من التعريف بس قليلا بنحنها لاحظ F and Earth من يسار يمين من يسار يمين support that A is congruent to B modular فبننا نثبت أنه A تساوي B زائد K M for some K and Z Then حسب التعريف M divides A ناقص B so that there exists K and Z such that A ناقص B تساوي K M في التجاه الآخر suppose that there exists K and Z so that A equals B زائد K M معناها أن A ناقص B تساوي K M معناها M تقسم A ناقص B معناها A congruent B مجل M حسب التعريف نظرية أخرى Every integer is congruent M to one of the following 0 1 لغاية M ناقص 1 يعني أي integer M لازم يقابق أو يكافئ 1 من هالقام هدهون 0 ل M ناقص 1 البرهان حقيقة هنستخدم Dividend Algorithm والنظرية اللي قابلها لذ A and Z according to the division algorithm لما نقسمها على M there exist unique integer Q and R so that A equals Q M زائد R where 0 أقل أو يساوي أنا آسف هو أنا مش Q غير R أقل أو يساوي M ناقص 1 هنا R وليس Q نرجع للتعريف القبل لأنه إذا كانت A تساوي B زائد K M فمعنات A تكافئ B بمقياس M معناها هون إن Q M زائد R معناها A تكافئ R مدل M نتذكر R هون أن الصفر محصول R بين الصفر وبين M ناقص 1 فإذا كل integer يكافئ 1 من هالأرقام هاي الأرقام هاي رح نسميها the set of residues مدل M We call the number R in the theorem above is the least residue of A مدل M يعني الرقم اللي بيكافئ الانتجار A بمن يسميه the least residue of A مدل M فمثلا ما هو ال least residue لل 25 مدل 11 فلات ترجع من 0 ل 10 والعدد اللي يكافئ 25 بمقياس 11 هلا لاحظ ممكن أحد الطرق كالتالي أن أنقص 11 أو أزيد لغاية ما أصل بين 0 وال 10 يلا نعمل 25 أكثر من 11 25 ناقص 11 14 لسه أكثر رج ناقص 11 14 ناقص 11 3 3 بين الصفر والعشرة إذن تمام إذا 25 is congruent ل 3 موديل 11 هذا 3 من سمين least residue of 25 موديل 11 آخر أضرية أخرى أن A تكافي B موديل M if and only if A and B leave the same remainder on division by M البرحة يعني AB تكافي M إذا لما تقسمها على M لذلك يسميها مجموعة بواقل قسم اللي يسر سديو هلا بس شوية وهذا اللي أخذ أبي ستراك بتذكر مجموعة يسمها زد M كنت تسموها أو زد M أكيد هي مجموعة بواقل قسمة على كل حال سنصل لها A تكافي B موديل M if and only if لهم نفس بواقل قسمة على M نفترض باليمين لليسار من اليسار يمين سبوز A تكافي B موديل M هلا بنعرض من النظرين فوق أن A تكافي B وبرح يكافح عدد A تكافي B تكافي R موديل M where 0 less than or equals R less than or equals M ناقص 1 Also by theorem لحن page 4 لحن there exists K1 K2 in this sojidad A equals K1 M زاد R and B to K2 M زاد R لحن فيها النظرية كانت التالت بما أن A تكافي R بما قياس M معنا A عبارة عن R زاد K1 M for some K1 will be to R زاد K2 M for some K2 واحد يقولك كون K1 K1 هذا غلط لأن في إنتجر ليس مضرور نفس الإنتجر طيب لكن R من وين لين من صفر الأمناء صحيح لكن هذا إذا تنتبهون معناها أن R هي باقي قسم على M Therefore A and B leave the same remainder on division by M من يمين ويسار نفترض لهم نفس الباقي القسم على M فمن بنحكي التالي suppose A and B leave the same remainder on division by M say R Then A A k1 m z r and b k2 m z r where k1 k2 and z and 0 less than or equals r less than or equals m 1 شو بدنا نثبت بنتبت إنه A تكافي b يعني m تقسم a b b لاحظ A n-b شو تساوي k1 m z r n-k2 m z r دخل الناقص بسرور r مع r ويظل عندي k1 n-k2 في m فمعناها A n-b تساوي m في إشي إذن A m تقسم A n-b معناها A تكافي بمقياس هذا إذن صار عندي اللي منقدر A تكافي الانتجر أن نقسمها لأعداد معينة كل مرة باقي قسم ورح نشوف الباقي قسم هاي رح تكون هي زي بتعطي كل المعلومات عن الconquluence من خلال أنه نثبت العلاقة التالية The relation R defined on Z هون أنا استخدمت هاي مش لغة كتابنا لكن أنا بعرف إنه لما أخذت مساق 251 استخدمت هاي relation بهذه الصورة أحبيت ما أغيرها إنه A و B تنتم إلى R if and قولي if A تكافئ B أو equivalent to B بمقيم موديول و M فعملنا relation هاي الrelation رح تكون equivalence relation اللي بدك تذكر 251 شو يعني equivalence relation reflexive symmetric transitive reflexive معنى لحظ في عندي سك عملت عليها علاقة فمعنى كل عنصر في السك related مع نفسه يعني A related A لكل M هذا reflexive هاي بننبرهن ها لها for each A and Z M تقسم A ناقص A لأن M تقسم 0 هاي مأول فيديو إذن A وال A تنتم R يعني هي related الشغلة الثانية symmetric إذا كان A وال related B وال B related A if it then B related A لنفضر A B and Z say that A equivalent to B module M congruent to B module M فبنثبت أن B congruent A module M then A b تساوي K M for some K and Z so أغرب B naقص B naقص S أو K في M معناها B naقص A B congruent A module M Akhir transitive if A equivalent to B congruent to B and B congruent to C let A B c c and false c and Z so that A congruent to B and B congruent to C module M if M M مش مكتوبة تكتبوها وهو كمان فاصل C A congruent B مدول M معنة M تقسم A naقص B B congruent C مدول M معنة M تقسم B naقص C من خواص division إن M تقسم حاصل الجمع M تقسم A naقص B زاعد B naقص C naقص B زاعد B ص M تقسم A naقص C لأن B مع B تروح إذن A congruent C مدول فصار عندي equivalence relation على set Z لما يكون عندي equivalence relation بندكر الملاحظة التالية record that if مثلا نسمي هاي relation إذا an equivalence relation من set S and A تنتم إلى S then نقدر نعمل equivalence classes لكل العناصر B في S بحيث A related B is called the equivalence class of S containing A Also the set of equivalence classes of an equivalent relation on S forms a partition of S يعني كل equivalence classes هذولا لما نخضهم distinct رحيش يعملوا لي partition للز شي يعني partition z union هال set هذول الفميلي هو كامل z وتقاطع أي ما تم داخل الفميلي يساوي M حتى نوضح أكثر consider the equivalence relation given in the theorem above ما هو equivalence relation ما هي equivalence class 0 2 M 3 M 0 M 2 M يلي مضاعفات M طب شو هو الواحد خلينا ناخذ M تساوي 5 equivalence class 1 1 زيد 5 6 5 11 إلى آخر 5 من عند الواحد سالب 4 9 إلى آخر سالب سالب equivalence classes سيكون بواقل خسمة لأن بواقل خسمة كل واحد من هن بشكل بواقل الخسمة والبواقل الخسمة واحد equivalence الثانية فمعناته the set of all distinct equivalence classes سيكون 0 1 لغاية M ناقص 1 هاي set usually denoted by Z M أو أحيانا بسموها بهذا الرمز اللي أخذوا باستراق الالجبرال كنتوا ترموزون بهذا الرمز وكنتوا بدل ما تتعامروا مع الكلاس هدول كنتوا تكتبوهم بهذا الشكل 0 1 لغاية M ناقص بس فعليا اللي أخذ أبستراق الجبرال قبل number t هذا اللي كنت تخذ هون كانت classes مش عدد حقيقي هي مجموعة بتعوي صفر وانتي أخذ ممثلة على classes فهون فهمناكم اللي أخذ أبستراق وليما أخذ أبستراق بالمستقبل لما تخذ معك مجموعة تذكر انه هي بهذا الشكل ولما كتبناها هون تقريبا تجاوزا مناقص واحد فمجموعة هاي يكون ست موديول ست مثلا راح تكون صفر واحد اثنين ثلاث اربعة هي فعليا حسب النظرية اللي حكيناها اللي هي مجموعة بواقع القسم طبعا بما انه صار عندنا مجموعة لما نعرف عليه علاقة لازم تأكد لازم تأكد انه شو يعني كل عنصر له صورة واحدة فانت الان الخلاص صفر مش بس صفر ممكن يكون ام تو ام لازم صورة الصفر نفس صورة بذلك في المحاضرة القادمة اللي بيدو الغد ان شاء الله راح نعرف الجمع ونعرف على ضرب وهذا لازم يحق ال طبعا هذا اللي بحكيه مش مكتوب الكتاب صراحة ولكن ضروري ان نفهم اكثر المبدأ العام برياضيات بشكل عام وهذا سيؤدي الى تطبيقات كثيرة ان شاء الله هذا ما لدينا هذا اليوم يعطيكم العافية وإلى اللقاء مع فيديو دقيق السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله اشتركوا في القناة